يقال إن الصمت يكون جريمة أحياناً حين تقابله انتهاكات وجرائم يصعب حصرها على مدار عقود من الزمن في مراحل حملت عنواناً اسمه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ارتدت إلى سلسلة من الأزمات والهجمات كان آخرها هجوم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس على إسرائيل والذي استفاق العالم معه على صدمة اختراق التفوق العسكري الإسرائيلي والأسوار التي كانت تحاصر قطاع غزة مخلفاً عدداً من التساؤلات عن خفايا وأبعاد وتوقيت تلك الهجمات العملية التي أطلقتها حماس تحت مسمى طوفان الأقصى جاءت في وقت تحاول دول عربية برعاية أمريكية إبرام صفقة تطبيع مع إسرائيل على نحو الانفتاح المتبادل الذي من الممكن أن يلقي بظلاله على القضية الفلسطينية وما ينتج عنه من آثار قد تصب في أجندة تصفية القضية عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين خط بارليف وهو السور الذي بنته إسرائيل على طول قناة السويس قبل أن تنتهي الحرب بمعاهدات سلام بين إسرائيل وبعض الدول العربية الإخفاق الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي في مواجهة عملية حماس ربما تكون له انعكاسات ونتائج مزلزل على الأوساط الإسرائيلية وقد تطال نتنياهو على غرار ما حدث عقب حرب يوم الغفران حين أدى الغضب الشعبي للإطاحة برئيسة الوزراء الإسرائيلية وإنهاء حكم حزب العمل بسبب الفشل العسكري والسياسات التي سبقت تلك العملية صراع جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين يلوح في الأفق وفق محللين ذهبوا إلى القول بأنه من الصعب خروج الفلسطينيين منتصرين في هذه الحرب مشككين في أبعاد عملية حماس التي يرون أنها قد تمنح إسرائيل ذريعة السيطرة على كامل قطاع غزة الأحداث الأخيرة التي يصعب التنبؤ بنتائجها وما ستقول إليه الأوضاع بعدها كشفت أنه لا سلام دون حل القضية الفلسطينية وأن محاولات التطبيع بين تل أبيب وبعض الحكومات العربية لن تؤثر على مسار الصراع الفلسطيني مع إسرائيل أو تجبر الشعب الفلسطيني على الانكفاء وفقا لما يمليه عليه الآخرون بالصمود أمام الأزمات التي تعصف به والامتناع عن استرداد حقوقه المسلوبة